السلام عليكم و أهلا بكم تخيل كده لو المسؤولين المصريين كانوا تواصلوا مع أسر المحتجزين الصهينة وصلوا لهم رسائل بأنهم مش عارفين أي معلومات جديدة عن ولدهم اللي محتجزاهم حركة حماس وأنه بسبب القسف اللي بيحصل في قطاع غزة فمصر مش هتقدر تتواصل مع حماس علشان تتطمن على الأسرة وتيجي تطمنكم عليهم فحضرتك أكيد فاهم أنه الكلام ده حيتم بتحريفه 180 درجة وحرفيا حيكسروا أعناق المعاني الواضحة والمستقيمة للكلام ويقولوا أن الحكومة المصرية الخينة والعميلة لإسرائيل بتتواصل مع الصهينة وبتقول لهم أنها حاولت تتواصل مع حماس علشان تتطمن على عيالكم وتعرف أماكنهم وبعدين تبلغ إسرائيل بأماكنهم أو على الأقل كان حيقولوا أنه في عز ما إسرائيل بتدك غزة مصر بتتواصل مع حماس علشان بس تتطمن على غهين الصهينة وكان الأولى بها طبعا أن هي تتطمن على شعب غزة مش هو دا اللي كان حيحصل أقسم بالله العظيم أنه هو دا اللي كان حيحصل ويمكن أكتر من كده كمان ولكن طالما أن الموضوع يخص قطر فكل الكلاب اللي بتمبح دايما ضد مصر مش هتلاقيهم أبدا بينبحوا ضد قطر لأنهم ببساطة ناس معدومين الشرف وكلهم لمؤرزة جزا ما تقلعهمش من رجلك وكلهم مرتزقة في الأصل القطر طيب إيه رأيك أن موقع أكسيوس الاستخبارات الأمريكية بيقول أن قطر بتتواصل مع أسر المحتجزين لدى حماس بتتواصل معهم علشان تتطمن على ولادهم أو تطمنهم على ولادهم عفوا ولما تعذر الاتصال في الفترة الأخيرة بسبب القصف اتواصلوا مع الأسر الإسرائيلية دول علشان يعتذروا لهم عن عدم توفر معلومات جديدة عن ولادهم المحتجزين لأن القصف بيمنع التواصل مع حماس تخيل بقى حاجة زي كده لو كانت مصر هي اللي عملتها كنت هتسمع كل أنواع وأقزر أنواع الشتيمة وكل أنواع قلة الأدب وظفارة اللسان وكنت هتقرأ مقالات في الصحف ومنشورات على فيسبوك وتغيردات على إكس وكنت هتشوف فيديوهات على يوتيوب وكل ده محتوى واحد وهو شتيمة مصر وكنت هتشوفها اشتاجات موسيقى المصر وللحكومة المصرية وللرئيس المصري ولكن بما أن اللي بيعمل ده هي قطر يبقى تمام مفيش أي مشكلة لأن قطر أكيد عارفة هي بتعمل إيه لكن لو مصر هي اللي عملته فالموضوع هيختلف تماما وحندخل في مرحلة باشعة من التطاول والسفالة طيب موقع أكسيوس بيقول إيه بالزبط تأرير موقع أكسيوس اللي ترجمته ونشرته شبكة الجزيرة القطرية يوم 7 يناير بالمناسبة وطبعا الجزيرة وقطر لو شكين 1% إن خبر زي ده ممكن يخلي الناس تتكلم عليهم ليل ونهار ما كانوش ترجموه بس هم متطمنين تماما لأن الكلاب بتمبح لصالحهم مش عليهم الخبر بيقول إن موقع أكسيوس الأمريكي كشف إن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني بلق أفراد عائلات 6 محتجزين أمريكان وإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة إن التوصل لصفقة جديدة لتبادل الأسرة مع حماس أصبح أكثر صعوبة بعد اغتيال إسرائيل لصالح العروري لما معناه معلش يعني سامحونا مش هينفع نتوسط دلوقتي علشان نفرج عن ولادكم المحتجزين لأن الأوضاع متلخبطة شوية والتفاوض مش أحسن حاجة دلوقتي ما بين إسرائيل وحماس فاتمنى يعني إنكم تسامحونا على التأثير ده وإحنا متأسفين جدا جدا هي ما تتفهمش غير كده وما تتشافش غير كده طيب إيه رأيك إن الموقع بيقول إن في أفراد من عائلات 6 محتجزين لدى حماس سفروا القطر بالفعل علشان يسرعوا التوصل لحل وخلي بالك إن دول إسرائيليين ومعهم جواز سفر إسرائيلي ومسافرين لقطر كمواطنين عاديين بدون أي صفة دبلوماسية أو سياسية ده معناه إن الأجواء القطرية مفتوحة عادي للطيران الإسرائيلي أو لأي طيران بين الإسرائيليين عادي جدا سلطات مطار الدوحة عارفة إن هم جايين فأنا مش فاهم منين قطر بتتدعي دعمها للمقاومة ومنين بتستقبل الصهينة ولا هو الاستهبال والاستعباط والاستشراف ما ينفعش غير على حساب مصره بس وتفتكر بقى سعادتك إن رعاية الإسرائيليين اللي سافروا من تل أبيب والمستوطنات سواء في الضفة أو في غلاف غزة للدوحة هيتم استقبالهم عادي زي أي شخص بيسافر لبلد تاني؟ لا يا فندم أسر المحتجزين مش هيستقبلوا استقبال عادي طف من بقك الكلام دعيب دول تم استقبالهم في قاعد كبار الزوار واجتمع معاهم رئيس الوزراء القطري بشحمه لحمه بصفته وبشخصه وقال لهم إنه ملتزم شخصيا بمواصلة محاولة تأمين صفقة رهايين جديدة وإنه مش هيستسلم أبدا بغض النظر عن التحديات شفت إزاي إن قطر مهتمة بالمحتجزين الصهينة وإن رئيس الوزراء القطري نفسه مش هيستسلم لحد ما حماس تفرج عن المحتجزين وخلي بالك الترجمة دي على الجزيرة تخيل عزيز العرب الطيب إن نفس الكلام ده بنفس التعبيرات دي وبنفس الألفاظ دي قالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أو رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أو وزير الخارجية السيد سامح شكري لأسر المحتجزين الصهينة يا تارك أن حيتم توظيف الألفاظ دي إزاي أنا سيب لحضرتك حرية التخيل ولو فاكر إن أسر المحتجزين الصهينة اكتفوا بمقابلة رئيس الوزراء القطري بس فحضرتك غلطان لأن أسر المحتجزين الصهينة اجتمعوا مع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد بن عبدالعزيز الخليفي اللي بيرأس فريق التفاوض القطري مع حماس وإسرائيل وهو واحد من مهندسين الاتفاق اللي أدى لإبرام صفق التبادل ما بين الجانبين في وقت السبب ده بحسب وصف شبكة الجزيرة القطرية وأنا أعتقد إن الكلام ده مش حقيقي إطلاقا ولكن هما لازم ينفخوا في المسؤولين القطريين علشان هو ده أكل عشهم وده مفهوم المهم إنه بحسب موقع أكسيوس قال المسؤول القطري اللي هو صاغ بالمعلومات دي الأكسيوس لقد توصلنا بشكل مباشر مع عائلات المحتجزين لتبادل أكبر قدر ممكن من المعلومات ولتمأنطهم بأن قطر ملتزمة باستخدام كل المواقد لتأمين إطلاق صراحهم وسنواصل التواصل مع هذه العائلات نحن نستخدم كل قناة ممكنة ونتعاون بشكل وثيق مع نظرائنا في الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لكن قطر تقوم بدور الوسيط فهي لا تسيطر على حركة حماس كما أنه أصبح من الصعب بشكل متزايد الحفاظ على قنوات الاتصال مع حماس بسبب تصاعد القصف على غزة وأماكن أخرى الأمر الذي يعقد بصراحة مفاوضات المحتجزين أنا جماعة هنا ما عنديش أي كلام ممكن أضيفه على كلام أكسيوس لأنه بصراحة الكلام ده لو كان صدر من مسؤول مصري درجة خمسة أو حتى درجة سبعة فكانوا حيقولوا شوفوا المسؤول المصري بيقول إيه شوفوا بيقول إيه عن مفاوضات مصر مع حماس بشأن المحتجزين مع إن المسؤول ده مالوش وزنة في الدولة المصرية احنا بنقول مسؤول درجة خمسة ولا سبعة ولكنهم كانوا حيعتبروا إنه كلام المسؤول اللي من الدرجة الدنيا ده هو تصريح بيمثل القيادات العليا للدولة المصرية وكان هيتم التعامل مع اللي حصل ده على إنه رؤية السياسية للحكومة المصرية ولكن لما مسؤول قطري شريك في مسألة التفاوض يعني أغيب جدا من رئيس الوزراء القطري وأكيد المسؤول ده عضو في وفد التفاوض يصغب معلومات زي دي الأكسيوس فالناس هنا بتعمل نفسها مش شايفة ومش عارفة ومش سامعة ومش وقدة بلها مع إنه مسؤول رفيع المستوى وعضو بالتأكيد في وفد التفاوض القطري لأن المعلومات دي محدش هيقدر يعرفها غير شخص داخل دائرة التفاوض ما بين قطر وإسرائيل وحماس ومع ذلك ما شفتش أي حد على السوشيال ميديا بيتكلم على الموضوع أو بالتحديد ما شفتش حد قال إزاي قطر تهتم بحياة المحتجزين الصهينا اللي هم أصلا جنود فعليا في الجيش أو حتى جنود احتياط تخيل بقى لو مصر هي اللي كانت عملت كده أقسم بآيات الله إننا كنا حنعيش في جحيم على الإنترنت ما كانش في أي حد مصري حيعرف يفتح فيسبوك ولا تويتر ولا يوتيوب من كتر الكلام والشتيمة اللي كنا حنشوفها وحنسمعها وحنقراها ضد بلدنا وضد حكومتنا وضد رئيسنا وضد جيشنا وأنا على فكرة بشكل شخصي ما عنديش مشكلة إنه قطر تتفاوض مع حماس لإطلاق صراح المحتجزين أو تتفاوض مع الأسر الإسرائيلية أو حتى تتفاوض مع الجن الأزرق هم أحرار أنا ما يهمينش الموضوع ولكن أنا كان تعليقي واضح جدا بخصوص ازدواجية المعايير والفجور في الخصومة وعدم الشرف في نقل المعلومة والحرب النفسية اللي بيتم شنها على مصر وعلى الشعب المصري بسبب تصريحات ومقالات وتقارير أقل من كده بكتير جدا ولكن لما بنتكلم عن تقارير خطيرة بالمعنى الحرفي ومعناها واضح جدا وهو الإنحياز لإسرائيل من أي دولة تانية غير مصر مش بنلاقي أي هجوم نسك ولكن إذا كانت مصر في الصورة فالهجوم كله حيكون متركز على الحكومة المصرية والشعب المصري وده ببساطة لإنه أعداءنا ما عندهمش شرف وأنا أتمنى أن يكون عدوي شريف وبيتمتع بأخلاق الفروسية ولكن للأسف أنا عدوي خسيس وعديم الشرف في النهاية حافظ الله مصر حافظ الله الشعب المصري العظيم تحيا مصر تحيا فلسطين حرة مستقلة وشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا شكرا